كان هناك وزير ذكي صادق وبسبب ذكائه وإخلاصه جعله الملك من أقرب المقربين إليه وذات يوم قدم إلى الملك صحن من الشمام في مجلسه دعا الملك وزيره الخاص وقال له مشيرا إلى الصحن تفضل وكل معنا لبيك مولاي أخذ الوزير قطعة من الشمام وبدأ يأكل واحدة بعد أخرى وحين بقيت قطعة واحدة أراد الملك أن يتناولها وعندما وضعها في فمه تغير لون وجهه لأنها كانت مرة للغاية كيف أكلت قطعة الشمام وهي بهذه المرارة؟ رد الوزير على الملك بحكمة يا مولاي إنك في كل يوم تطعمني ما لذ وطاب وحين أمرتني وكان الشمام مرة فقلت في نفسي إنها مرة واحدة ولا يليق بي أن أكفر النعمة وأمخالف أمرك قد أنعم الله علينا نعما كثيرا لا يمكن إحصاؤها فإن أصابتنا مصيبة فعلينا بدل السخط والاعتراض أن نتحلى بالصبر والرضا وهذا من أدب العبد مع ربه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر